حوادث مرورية وزحامات شديدة هي يوميات المواطنين في مدينة الناصرية على جسر الهولندي الذي يتوسط المدينة فوضع الجسر ينذر بخطر حقيقي بعد انكثرت فيه التشققات والحفر التي أصبحت كابوس الأهلية يشوف علي زخم مطبيعي يعني هي ترواحة الناصة صارت رخيصة يعني إذا وقع شن رد الحكومة يعني نطالب منهم طلب يعني كل شيء بسيط جاي يشتغلونه مشاريع ضخمة يعني هذا الجسر جسر رئيسي وتعبر عليه جميع المحافظات وتشتد الأزمة يوميا مع بداية ونهاية الدوام الرسمي حيث تطول ساعات الانتظار من أجل عبور هذا الجسر فمناشدات المواطنين ومطالباتهم لم تلقى أدانا صاغية من الجهات الحكومية ويبدو أن مشكلة الطرق والجسور في ذقار ستبقى عالقة إلى وقت غير معلوم المشاكل تتضاعف والحلول غائبة من الجهات المسؤولة والتي أصبح ضحيتها المواطن الذي يبحث عن قوت يومه لم يكن هو جسر الوحيد في المحافظة والذي يعاني من التهالك وخروجه عن الخدمة والذي يحتاج إلى وقفة جدة من الجهات الحكومية لانتشال هذا الواقع المرير لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار